مبروك شادي حسين مهاجم النادي الأهلي القادم بإذن الله صفقة بإذن الله هتكون صفقة نوعية في سوق الانتقالات الصيفية خلال هذا المسلم شادي حسين مش باتكلم على المستوى الفني لعيب هيلعب بقلبه وبروحه لمنه أهلاوي وأعتقد الكلام اللي قاله في البرومو في تقديم شادي حسين كصفقة جديدة للنادي الأهلي فيها تفاصيل وفيها معاني مهمة جدا اللي كان بيميز الأهلي في السنوات السابقة أو عبر التاريخ بخلاف المسم الحالي أو المسم الأخير كان دايما تيشرت النادي الأهلي روح الفنين للحمر انت دلوقتي بتدور على لعيبة مهارية وفنيا كويسة لكن كمان مهم جدا لما تجيب لعيب يكون عنده روح الفنين للحمر ده هيكون موجود في شادي حسين البعض بيقول شادي حسين 29 سنة لكن شادي حسين كلنا بنتوقع مش أنا الواحد اللي بتوقع كلنا بنتوقع ان المسم اللي جاي بإذن الله ان شاء الله ويكون التوفيق حلفه هيكون أهم وأبرز صفقة تمت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وخط هجوم النادي الأهلي بوجود محمد شريف بوجود صلاح محسن بوجود يا شادي حسين هيكون من أقوى خطوط الهجوم اللي موجودة في الدوري المصري خلال الفترة اللي جاية صفقة مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي وهتضيف بشكل بير جدا لمنتخب مصر خلال الفترة اللي جاي شادي حسين من اللعيبة عينيها حلوة على الجون لعيب مميز ومر الفترات صعبة جدا لكن قدر خلال السنة الأخيرة أو آخر موسيمين يفرد نفسه على الساحة الرياضية وعلى سوق الانتقالات في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة أنا بتوقع هنرجع تاني لمسألة الهدفين اللي هيوصلوا لعشرين هدف وخمسة وعشرين هدف بوجود محمد شريف وبوجود شادي حسين وبإذن الله هتكون صفقة مهمة جدا للنادي الأهلي